بسم الله وصلاة وسلام على رسول الله. بصلاة خير عليكم بنات و شراكم. شرا تكونوا كامل بخير و على خير و انتم بنتشوفوا في الفيديو. البنات قبل ما ندخلوا المحتوى على الفيديو اليوم حبيت برك في البداية نذكركم بالورشة على فواكه المشكلة اللي رايح تكون يوم التولتاء المقبل ان شاء الله يعني 14 في فغية الدورة رايح يكون فيها طناش النوع من من فواكه المشكلة يعني الورشة رايح تكون مصبح يعني متساعة عصبح حتى الربعة ونصفة العشية فيها طناش النوع تعل فواكه اللي رايح يحب تسجل لبنات معليها غير تتصل بالرقم هذا اللي رايح يجوز هنا من تحت فوالا يعني هدي يعني كان بزاف طالب عليها تعليف خوي هلو غني لبيت لكم الطالب ديالكم برك اللي رايح يحب تحضر معليها غير تعيط وتتصل دوك البنات ندخلوا مباشرة في الفيديو تاليوم هنالبنات انا حندير مركز تعاصير تعا كابويا وزرودية ويعني التاني رايح يكون تعال البرتوقع الهنالبنات برك حبيت نعطيكم نصيحة انه زرودية خيرو هاد الكبيرة والكابويا خيرو هادي اللي جي رقيقة وجي طويل يعني ما تخيروش هديك الحبالي جي كبيرة مدورة في الوسط يعني جي فارغة وجي كامل خيوطة في الوسط هنا البنات عندي زوج كيلو زوج كيلو دونك حكمت زرودية تاعي قشرتها نقيتها غسلتها غسلتها ملح ودرتها في مكوكوت قطعتها ديغوندال وهنا الكابويا تاني كيف كيف قشرتها وقطعتها درتها فلا كوكوت وضعت هنا البنات عندي نشحوق ونص لترى اني رايح حانطيب فيها زرودية ونص لترى ثانيا حنطيب فيها الكابويا ما طيبهمش في كوكوتة وحدى كيما نعرف الزرودية طيب كما نعرف زرودية تقيمهor طويل في طياب. من الكابويا في negative طيب. هنا البنت بالنسبة للسكر. عندي كيلو تاع السكر راح نقسمه يعني رطل في زرودية وارطل في الكابوية يعني ما طيبوهاش هكا كسامتة طيبوها بالسكر تاحا. يعني باش باش تقعد لكم اطول مدة ممكنة كما نعرفو السكر هو مادة حافظة يعني راح يحافظنا على الجوية تعنا اطول مدة ممكنة. هنا البنت الزرودية تاعي اغلقت عليها لكوكوت وخليتها طيب حوالي اربع ساعة. بالنسبة لكابوية يعني غطيتها برك بالغطاء يعني كابوية بالخفيد خلها طيب كما نعرفو. مغطيتها وخليتها طيب. هاي اللي كهنا البنت بعد ما طابوا في زوج وخلطتهم باش نميكسيهم. احنا البنت ميكسي وهم وهو مسخونين. نالو احكموا الميكسي وقتعكم خلطوا هذيك زرودية مع الكابوية ميكسي وهم ملح. يعني حتى تحصلوا على انفوري. اه علش قوتكم البنت خيروا هذيك الكابوية اللي تكون طويلة بس ما يكونش فيها هذك هذك الريش تحاولة هذوك الخيوطة بزا في الداخل اللي ادرتو هذيك هاكم اضطرين انكم تصفيوها وتنحيوهم كامل. ميلا خيلتوا الكابوية هذي اللي جي رقيقة وطويلة. مكلة يعني تصفيوها برك ميكسيوها ملح خليوها تبرد. ونوري لكم طريقة على الاحتفاظ بها كيفاش راهي رايحة تكون. اهلا ميكسيوها ببيا حتى تولي لكم فيوغي. هاي الليك لبنت كيفاش تجي. وتكون بيان ليس يعني ما فيهاش كامل هذوك شوائب. هنا البنت بالنسبة لطريقة تخزين وشاها ندير. نحكم يعني كميات عميتين وخمسين غرام. يعني كل ميتين وخمسين غرام يعني رايحة نديرها فيه ساشي وحدها ونكونجليها. نجوز هنا البنت بالنسبة للجوية تاعة ولا المركز تاعتينها هنا البنت عندي ثلاثة كيلو ورطل تاعتينها يعني صافية مقشرة. قشرة هكي مرة راكم تشوفو سيو نحولها ماكسيموم هذيك القشرة البيضة. عندي هنا زوج زوج حبات تعه قارس كيف كيف يكونوا كبار. من بعد يعني نحكم التشينا تعين قطحها كامل ذيت خونشو هنا البنت راكم تشوفو اه حبيبات يعني راهم بالقشرة من هذوك ثلاثة كيلو ورطل خلي تربح حبات يعني كاملين تاعتين بهم بالقشرة تحم. اه بينسوك تكون مغسولة وقطعوها على الاربعة. و اه زيدوها مع تشينا هذيك. اهنا البنت بالنسبة للسكر انا درت ثلاثة كيلو ورطل تاعتينها مقشرة اه درت معها كيلو سبعمية وخمسين غرام تاع السكر. بالنسبة للهناية البنت عني زدت يعني را بحبات وحدو خليل سكر فشتهم ودرت غلا بي بتاحهم من الداخل. البنت هذي الكمية تاعتينها هتعطي لكم حوالي واحد تسعتاشن ليتر تاع. تسعتاش حتى العشرين ليتر تاع جو تاع تشينا. يعني بزاف رحم يتساءلوا على الكمية تاع السكر بلك يقول لك بزاف ما هي كينجو نقارنوها يعني بالعشرين بعشرين ليتر تاع جو يعني كينجو نحسب و هنصيبوها هذك هو. اهنا البنت نخلط مليح تشينا تاعي مع مع السكر ونخليهم يغليوا حتى كيدوا بالسكر و تشينا تاعي طيب ثمانين بالمئة اني رايح نطفي عليها. وبعد ما يعني طيب تشينا تاعي شوفو هنايا كي بدات تغلي وطابط لي حوالي ثمانين بالمئة نجي نميكسيها وهي هكذاك سخونة هنا شوفو تعال كبو يعني راهي واجدة. هاي اللي كتقيلها كما تشوفو سناها وقت تبرد باش نخبيها وهنا تعطينا كيف 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 كيشتها طابط لي ثمانين بالمئة طفيت لها و يعني نجي نميكسيها وهي هكذاك سخونة يعني باش القشرة هذيك وتشينا تتميكسي لكم ملح ملح ملح. وبعد ما نميكسيها رايح نصفيها اه نصفيها وهي هكذاك سخونة يعني حبيت نقول لكم جو تاع تشينا هنا اللي بنات بعد ما ميكسيت تشينا تاعي كامل آآ راني رايح نصفيها هنا اللي بناتشوفو كم رايح نتحصلو قط لكم تقريبا واحد ثمنتاشين لتر ونص حتى العشرين لتر تع تعجو وكم رايحين في نفس الوقت تحصلو تقريبا على كيلو تع معجون قولوا لي نانو كيف شح نخرجو هاد المعجون آآ اللي بناتشتو دك المعجون وانتع زمان اللي كنا نسكرفجو حبا قهرس وحبا تشينا نكونجليوهم ونسكرفجوهم لخدموا بيهم معجون احكوا رايح نتتحصلو على نفس المعجون بلا ما تكونجليو بلا ما تسكرفجو بلا ما تعيي ورواحتيكم تبعوا برك الطريقة دو كشوفو طريقة كيف شاكم رايح نتتحصلو على المعجون احنا اللي بناتشوفو حكمت هادك تشينا تعي بعد ما طابت ميكسيتها كما راكم تشوفو والحبات اللي درتهم بالقشور تاني يعني ميكسيتهم معاهم منحيتهمش يعني رحيوها المكسي ممحتته اللي امبوري ليس هاي اللي كيفاش نتحصلو عليها من بعد نجيب هنائين باسوار ولا شينوائي لعندكم وصفوا كامل العاصر ديالكم نعلا احنا اللي بناتحد هادها عني هب هاد المرحلة رح اتخذ لكم يعني شوية على الوقت اما بالنسبة للناس اللي ما مش حابين يعني ديروا المعجون ولا محابين الجوية الحميجي في هادك لا تصفيوها شعني كما راهي اوزنوها وديروها في الكنجراتي اغدوكم نقول لكم يعني شحال شحالكم رايحين توزنوها اما قلتكم بالنسبة للناس اللي راهي حابة تخرج المعجون من جو هدايا تبع طريقة اللي حن نحطها لكم هاي اللي كشوفو يعني نجووزها بيان في الصفاية ونعاون نروحي بمغير فاولا بسباتيول هكذا حتى يعني يحبط لي ملتحت جوية عصافي ومن الفوق راح هتقعد لي غير هادي كلاب يولب وهنا البنات شوفوا بعد ما يعني كملت صفيت كامل الجوية شوفوا البنات اللي المعجون اللي تحصلت عليه والله العادي مغين نفسه نفس هادك اللي نسكر في جو اللي لقاء حباء قارص وحب هاتشينه احنا البنات خرجت لي تقريب كيلو انا في الولي اخي تبعتوني كنت قتل كومدر ثلاثة كيلو وارطلتها يعني كي صفيتها وبعد ما طابت تحصلت على ثمانمية وخمسين غرام تاع معجون تاع البرتوقل فيه واحد الدوق الله يبارك ما شاء الله احنا البنات شوفوا دوكن نزيد نعطيكم ماستيوس واحد اخرى بالنسبة لهذا المعجون يعني لا حبيته تحتافظ به كمعجون نديروه في بلارة معقمة وخلوه في خيجينه ولا في الكنجيلاتر ووقت ما حبيته وراكم رايحين تستعمله اما بالنسبة للناس اللي ما تحبش المعجون انا البنات يعني كان سبق لي وحد درت معجون تاع تشينا براج صافي ما خليت وش معجون وش درت يعني حكمت هاد المركز هدايا ولا هاد الابوب هادية عاودوا حلوها في الماء يعني هادي تعاود تخرج لكم لفس الكمية هادية انا درتها في الماء او تحليتها في الماء زد لها ربع لترات تعلمه اسمعوني ملاح هاد المعجون تاع تشينا زدت له ربع لترات تعلمه وحركتو يعني ولا لي جو يعني جيكم جو تقيل هناني وريت لكم فيه كمية صغيرة برك باش تفهموني وكمية منه البنات نحيتو عندي هاد لي مولتع سيليكون شوفوا واش درت عمرت هاد المركز هدايا ولا هاد المعجون درتو فهاد المولتع سيليكون هنا حتقولوا لي وش ها حتديري به البنات هادية تقدروا يديرو به مسكوتشو تقدروا يديرو به بسبوسة أوليو تحكمو حبات تشينا ترابيوها راكم رايحين تصيبوها واشد يعني كي تحبو ديرو خبزة مسكوتشو نحو غير مورسو ولا انكيوب من هادوما وديروه داخل مسكوتشو تعكم أوليو ترابيو القارص ولا تشينا ثاني في البسبوسة يجي تاني اللي حبت تدير يعني سيرو تحب بسبوسة تاني تقدروا تديرو يعني كمية منه دخل سيغو رايح يجي يجي بزاف بنين تقدروا تستعملو في بلاسطلافاني في ليصابلي ولا باش تنكو ليغاطو سكتعكم في حلوة الطابعتين يجي بزاف بنين نوك حاجة ما رايحين نرميوها بالعكس يعني كي نديرو جو بها تطريقة ولا موركز البرتوقل خرمن اللي نديروه كي ننعصروا يعني كي ننعصروا يعني كي ننعصروا تشينا ونخلطوها مع السكر ونخلوها تباتل إلى كاملة يعني هذك القشور والزاس تتعو رايحين تتخلصوا منه كامل وما تخرج لكمش كمية كبيرة مهنا البنات تتعو في الدوق يجي بزاف بنين تكي تكون تشينا طيبة رايح يرايح دوكم نقول لكم مش من الدوق رايحين تتحصلوا عليه شتون نقاوس لي نشريوها بره ولا أورنجينا نفس الدوق يعني كوبي كولي اوندي غير اكم تشربو في نقاوس ولا في أورنجينا نحكم عن البنات هادك المل حطوا في الكنجيلاتور وهنا هاوليك المركز تحل برطوقال الي تحصل عليه شوفوا اللا يباركش حالتقيل مون لبنات هنا كينووزنو نجوووينو العاصير كيفاش pause انا رايحين نحتفظو بيه وكيفاش انا رايحين ديرو الجوتيعنا هنا بما انو البنات اعدنا مركز هنا تعتينا ووزنتها مئتين قرام يعني ووزنو مئتين قرام تع موركز تحير البرتوقال او ما يوعادي الكاس يحب التوزن توزن مئتين قرام اللي ما عندهاش الميزة ندير قيس كاس وتفرغها في صاشي وتربطها تديرها في الكنجراتر نهالي تحبي تديري جو ديري هادك الصاشي تاع هذا تاع المئتين قرام تاع المركز وزيد عليه تمنمائة ميليليتر تاع الماء راكي رايحت تحصلي على جو تاع الشينا اما انا البنت وشحن يعني كوشتوني درت كابويا ودرت هادك المركز تاع الكابويا والوزرودية صافي انا اولادي ساعة يحبوا كابويا وحدها ولا نحب نعطروا باش حبيت نحب نخلطهم في زوج ندير كوكتيل نحب ندير تينا وحدها ولا كابويا وحدها بالنسبة لطريقة الاحتفاظ يعني شوفوا كيف شدرت حكمت صاشينا هنا كانوا عندي الكبار يعني كل ما تسحقوا قطعوا كيس واحد بعد ما رايح يجمد لكم ويكون جو تاعكم مواجد هنا البنات هاي لك الكمية اللي قلت لكم انا هدك المعجون ما احتفتش به زيت له ربع لي تراتي تعلمه خرج لي كونتيتي الله يبارك تعيشوا يعني يجي جو تقيل ويجي هاي المشاء الله هنا دوكم فرغ لكم شوفوا يعني يجي معمر بلابيولك ما صفيتوش واللي يحب تخليه معجون كيما قلت لكم تخليه معجون ان شاء الله برك البنات هنا نكونوا استفدتوا ولو بمعلومة صغيرة برك ولا معلومة بسيطة هاوليك البنات كيف شجاء الجو تاعنا يعني يجي الله يبارك ما شاء الله ثلاثة كيلو وتعشين البنات ستقوني حين تخرجوا منها قريب واحد العشرين لترات تعجو بعد ما كمنا جو تاعنا رايحين نشوفوا لاباتفيتي هنا يحضرها لكم زهرة يعني ويتخدم معاي فلاتوليي شوفوها هنا لاباتفيتي في الكيلو تاع الفارينا نديروا ثمانية مغارف الزيت كبار وربعة خلب ولملح زوجو مغارف تاع قهوة نطموها بالماباد الماء رح تديني واحد اا ببرا كاس تاع كاس تاع الماء تاع 220 مليليلتر كبار كامل كبار كامل كبار كامل ولملح تخلطي قبل الزيت. لا يوجد لديك حاجة. كل شي على مره. فاصيل ما سيد. هي المعلى كل يحصى ديبونا فراغين. كيف تشربين. كيف تشربين. كيف تشربين. يجب من كيف تشربين. كيف تشربين. يجب من المعلى كل كيلو تحصى. يقبل 500 غرام. يجب من المعلى. يجب من المعلى. بالفارينة. وحلوه بالحلال يعني يكون مستطيل يجيكم كبير. البنت اللي راي رايح حبه تشوف الوصفة تعلبات فيتي يعني بالتفصيل راني حاطتها لكم ديجا من قبل في القانة يعني وصفة وحدها والفيديو يعني كان درحانة وبزاف اللي يخدموها ويعني ونجحت لهم ما مليهم حابين يديروا مشروع صدقوني بزاف ناجحو سهل وعملية تم تم تكملوها. هنا شوفوا البنت بعد ما حلت كامل هذيك العجينة تع كيلو فارينة. جابت هنا لغاب وبدأت تترابي في خمسمائة غرام تاع المارغارين تعال التوريق. هنا البنت احنا خدمنا بصالحة. تحبو تخدمو بسيفيتا ولا بلاباغيزيا نراهي متوفرة يعني عدة ماركات مي اه انا نحب توجوه نخدم بصالحة. نرابيوها كامل على الوتش تعلابات دينا. هنا المارغارين تعاكم خلوها شوية تبرد في بخي جيدة باش جيكم سهلة ترابيوها. هاي اللي كهنا البنت بعد ما كملت يعني رابات كامل الكميات اه خمسمائة غرام تعالى مارغارين. هاي اللي كهنا البنت بعد ما كملت رابات كامل هذيك الكميات خمسمائة غرام. ترولي لاباتو على المارغارين هذيك حتى تحصلوا على حربوش. نهلا تغلقها من ليدو كوتي باش ما تخرج لامارغارين هذيك. وتخليها يعني لا كنتو حات خدمو كيلو يعني بدأو خدموها يعني سوخ بلاس بدأو خدموها. ما احنا البنت كامل راهي عندنا كونتيتي تعاى كونتيتي يعني كبيرة. يعني البنت اللي انا نشدو لي كومنت تعالى باتفايتي للمدان الاحيانة ربي ان شاء الله. نوك اللي راهي يحب تشد ين كومنت بولي باتفايتي مع ليها غير تتصل يعني تعيط لي وتجوز لكومنت تعالى باتفايتي تاحا. اهنا بنا تشوفوا طريقة على الحلان نبدأو من الوسط ونحبطوه للتحت ومن الوسط ونطلعو للفوق هكذا. بس كعليش ما نقدروش نبدأو من الفوق ونجو حبنين تحت سينو لا مرغارين هذيك راهي رايحة كامل تتحجر في جيهة واحدة. نوك توجوغ اي نوع تعبات فيتي كنتو حت تحلوها اي طريقة كنتو حت استعملوها جامي تحلو من الفوق للتحت ولا من تحت للفوق. توجوغ الحلال تاعكم ينحط في الوسط نوعا شوفو وتطلع به للفوق ومن الوسط وتزيد تعاوض تحبط به لتحت هكذا يعني باش نتأكدو بلي لا مرغارين تاعنا راهي رايحة تتوزع على كامل لاسيوغ فاس بنفس الطريقة. ومام تون تاني البنات كيتحلو سيو كيفاش تحصلو على مستاطيل يكون طويل يعني الشكل يكون بين باش هكذا الفويتاش تاعكم راهو رايح يجيكم كامل نبو واحد نوعا شوفو كيفاش راهي تحل طريقة بززب سهلة سوختو الناس يتحب تخدم لي كومون يعني راهي رايحة جيها يعني تكملوها في وقفة في وقفة ومشتعين تكملوها وتجي فيتي الله يبارك ما شاء الله نالا اهنا شوفو البنات يعني بعد ما حلتها كامل تجي تنحيلها كامل هادا كليكسيت على فاغين بالبنسو بس كعليش البنات لكم ان تخلو الفارينة هديك ما وش رايح يجيكم تورق ما يجيش باب غالو لازم تنحو كامل كميات على الفارينة اللي استعملتوها نالا يعني في اللول لازم نديرو فارينة ما نقدروش نحلوها نقدروش نحلو لابات تعنا صن فاغين في سينوحة اللي ساكامل في البلون دو تخافاي نازم نعاونو واحدين بلا فاغين ميوشنو كينجو نطووها نحو هادا كليكسي نعمال ما الطريقة راهي واضحة وسهلة واسهل منها ما كاش شوفوا البنات هنا تجي تطوي لابات فيتي كل ما تطويها تنفض الفارينة الزايدة اهنا البنات شوفوا طريقة تعطوية ينتحها وتاعي ماشي كيف كيف بصح نفس النتيجة ونفس الاغوسات هنا شوفوا البنات كيفاش راهي تطوي من بعد يعني زيدوا روحوا تدخلوا وشوفوا الفيديو اللي حطيته لكم مقبل يعني كتبو برك بات فيتي نانو قاطو راهي رايحة تخرج لكم نفس الخدمة كل واحدة كيفاش كيفاش تطويها يعني در تا دوبلو توق هي در توق سامبل ومبعد زاد طويتو هكذا شوفوا البنات السهل منها ما كاش شوفوا خلاص سيبوا هنا لابات فيتي تعنا راهي وجدة يعني في وقفة تحضروها ما تقولوش يعني صعيبة ولا ما تنجحنا شو لا شوف هنا تزيد تحلها للمرة الخرانية وتطويها وخلاص لابات فيتي تعنا راهي وجدة توجهوا الحلة نشوفوا البنات هلا تحل اه من الوسط للطرف ومن الوسط للفوق ومن الوسط للتحت سينو لابات ساعة كوم رايحة ترتق لكم وتخرج لكم كاملا مغارين هديك فليكوتي تمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوها وجربوها على بلي بلي راحة تنجح لكم وتجي بزاف سهلة هلا شوفوك فيش طريقة عراهي تحل هنا توجه نعونو روحتينا بالفارينة من تحتها من الفوق من الوسط ونطلعو الفوق من الوسط ونحبطو لتحت ها ها اه خليتها لكم يعني من الاهل الزاد هاكده باش يعني تشوفوها الاز كما قلتكم واللي اه راهي حابة ديرها يعني تخوذي اغتمو الفيديو لاني حاطتها لكم فيها شوفوها وارجعونا بالخبر وجربوها يعني قروا ديجا لي كومنتي اغبرك ناس يعني كامل جربتها وكامل نتحت بيها اللي رام حابين يفتحو مشاريع يخدمو بها تاني تجيهم سهلة بالنسبة طريقة تسويق يعني شوفو البوشي ولا اللي موتاسيون اللي قدامكم يعني تمشي في رمضان بل بزاف ناس وكنت هاكي تكون حاجة مليحة ولا غتولو ما تلحقوش الله يبارك علي كومنت عليها اه لحنا شوفو سي ورققوها الماكسيموم قد ما قدرتو باش المرقاغين تمشي مليح وتورا قتعكم يجيكم يعني يجي بزاف اللي في تعال تعلابات اه لحنا البنت بعد ما كانت حلتها يعني كامل كيف كيف ونفضت لها كامل هذيك الفارينة الزايدة زيتها وتطويها يعني طوات المرة اللولانية وهذه المرة التانية وهايلك هنا البنت بيته تعنا وج دو كتسه يتقسمها لكم باش شوفو الفيتاش كيف شراه باير طوما دو بخرايbaum ما تتقسموهاش يعني تمتم خلوها تبرد في الفخيجه? ثم تعني تاز relevanceتول تحكبي تدلى زبدة هديك ويبانو الطبقات تاعكم دهج بياني شوفوا راه يقسمتها لكم كي شوفوفل الفيتاش Ohpi بار كيفاش يجي. اهنا كما قلتكم البنات الزبدة تعناه راهي سخونة ميكي تخلوها فريجي دار تبرد. راهي راح اجيكم فيتي. ما شاء الله اهنا البنات لحقنا نهاية الفيديو تا اليوم. اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. اه خلوني البنات رايكم في تعليقات ولا كاش حاجة كو حابين اه نوجدها معاكم تاني الرمضان. قولولي يعني خلولي في كومنتيغ التحت ونذير اه يعني المجهود تاعي. اني راني حانشاركها معاكم. اه بالنسبة لبنات حبيت نذكر برك بالنسبة للورشة تاع الفواكه اه طناشن نوع رايحة تكون يوم التولاتة ان شاء الله بالنسبة للناس اللي رايحة يحبت اه تسجل فيها يعني بدال القروبة بداية عمر الله يبارك. دونك اه راح تكون كما قلت لكم 14 فيفريل. رايحة تسجل معليها غيرت تتاصل بيا.